الجزئة التانية برضو كنا نفرضنا مبارح وقلنا ان قرعة دورة ابطال افريقيا وكاس الكونفيدرالية هتتحدد الاسبوع ده ده مبارح قلت الكلام ده في حلقة يوم السبت وقلت بحد اقصى التلات او الاربع هتتعامل القرعة بالفعل بعد نهاية الحلقة كان فيه قرار رسمي تم اعتماده باجراء مراسم قرعة الادوار التمهيدية لدور الابطال وكاس الكونفيدرالية زهر يوم الثلاثاء يوم الثلاث في مقر الكاف هنا في مدينة السادس من اكتوبر الساعة الثلاثاء هتتعامل قرعة الادوار التمهيدية وبشكل رسمي بعد تحديد معادل قرعة وبعد تحديد عدد الاندية المشاركة في مسابق الدور الابطال وكاس الكونفيدرالية تم تحديد عدد الاندية المعفاة من الدور التمهيدي الاول اللي هو دور الاربع وستين مجازا يعني الاندية دي مش هتلعب دور الاربع وستين ولكن هتلعب من دور الاثنين وثلاثين زي مين مثلا؟ لو بنتكلم على الأندية المصرية مثلا كمثال احنا يهمنا الأندية المصرية في المقام الأول الأهلي وبيراميدز في دور الأبطال مع فيين من دور الاربعة وستين يعني مش هيلعبوا أي مطشاط في شهر تمانية في دور أبطال إفراقي بداية مشاركتهم الإفراقية في دور الـ 32 لو دور التمهيد التاني هتكون فيه 15-9 منتصف شهر 9 بإذن الله طيب في كأس الكونفيدرالية فيه فيوتشر والزمالك الزمالك لأول مرة منذ فترة طويلة يتم إعفاؤه من المشاركة في دور الـ 64 ولكن ده راجع بسبب أن الزمالك الآن في الكونفيدرالية مش في دور الأبطال أنت كل ما تنتقل لمسابقة فنيا في مستوها الأقل قصة أنك يتم إعفاك من الدور التمهيد الأول بتبقى كبيرة لأن المستويات والتصنيفات في الكونفيدرالية أقال كثير من دور الأبطال طول ما أنت في دور الأبطال وتصنيفك قليل بتلعب 64 لكن تصنيفك الأوليل ده بيشفع عليك وإنت بتلعب الكونفيدرالية تلعب من الـ 32 لأن التصنيفات بالنسبة للأندية في الكونفيدرالية تحديدا مش كتير كل الأندية اللي عندهم تصنيف عالي وأقوى الأندية بلعبه في دور الأبطال فكان دايما الزمالك بيروح يلعب من الـ 64 لما انتقل للمسابقة الأقل فنيا هيلعب من دور الـ 32 فبالتالي الأهلي الزمالك بيرامدز كان دا مصرية معفية من دا طيب موقف في يوتشار ايه؟ في يوتشار في تصنيفه الإفريقي رقم 57 بعيد جدا وطبعا دا منطقي لأنه الأول موسم إفريقي يشارك فيه في يوتشار كان السنة اللي فاتت بس وصل للدور أو يعني وصل لدور المجموعات وكان قابق أوصينا وأدنى لولا إلغاء عدد من النقاط كان ممكن يروح لدور الثمانية مكان بيرامدز مصر ولكن عنده نقطتين ونص وزي ما قلت لحضراتكم تصنيف الكنفدرالية عدد الأندية المصنفة مش كتير فبالتالي فرصة مشاركة في يوتشار من دور الـ 32 ويعفاهم للـ 64 وردة بنسبة كبيرة طيب عدد الأندية اللي هتشارك في دور الأبطال الشامبيونز ليج 54 نادي 54 نادي دور اللي هتشاركوا في دور أبطال إفريقيا الموسم اللي جاي بيتم يعفاء الأندية ازاي؟ مثلا الـ 54 بتشيل منهم 10 فرق بيتبقى 44 بتقسم الـ 44 على الـ 2 بيطلع 22 نادي بتضيفهم على 10 فرق اللي تم يعفاءهم بيلعبوا دور الـ 32 تمام؟ كل مقلة عدد الأندية المشاركة في المسابقة القرية كل مقلة كل مزادة عدد الأندية المعفاة من الأدوار التمهدية أو دور الـ 64 هي العلاقة عكسية لكن كل ما زادت الأندية اللي هتشارك في المسابقة القرية كل ما الأندية المعفاة بتبقى أقل يعني السنة اللي فاتت كان العدد الأندية اللي شاركت أكتر من الـ 54 فتم إعفاء ستة أندية السنة دي اللي شاركوا أو اللي تأكد مشاركتهم في دور الأبطال الـ 54 فزادت عدد الأندية المعفاة كم نادي معفا من دور الـ 64؟ 10 أندية 10 أندية تم إعفاءهم من دور الـ 64 على رأسهم النادي الأهلي الأهلي في آخر خمس سنوات وعلى فكرة التصنيف ده بيتعمل على آخر خمس سنين تصنيف ترقومي على نتائجك الإفريقية آخر خمس سنين ودي نقطة أنا هرجع لها لما أتكلم على التصنيف الترقومي لأن الغاية دلوقتي لسه في ناس عايشة في برنامج كوميدي اسمه ديني عقلك عارفيني البرنامج الكوميدي اللي كان بيجي في رمضان واللي كان بيدحكنا لغاية الفجر هو البرنامج ده اللي شغلت دلوقتي تصنيف الترقومي ده هرجع له لأنه فيه نقطة مهمة جداً هسردها دلوقتي من العشر أندية المعفاة الأهلي على رأسهم طبعاً رقم واحد 83 نقطة في آخر خمس سنوات يليه نادي الوداد الرياضي المغربي 74 نقطة ثم الترجي التونسي 56 نقطة ثم سانداونز 51 نقطة وبقى كده بقى الفرق العشرة من شباب بلوزداد الجزائري سيمبا التنزاني بيرامدز المصري بيترو أتليتكو الأنجولي مازينبي الكنغولي حرية كونكري الغين دول العشر أندية المعفاة من دور الاربعة وستين في دور أبطال إفريق دول هيلعبه مداية من دور الاثنين وثلاثين وهيستنوا الاثنين وعشرين فريق اللي هيتأهله من دور الاربعة وستين عشان يبدأوا مع بعض دور الاثنين وثلاثين ده بالنسبة لدور الأبطال طيب كاسة الكنفيدرالية اللي فيها في يوتشار والزمالك عدد الأندية اللي تم اعتمادها للمشاركة 52 نادي فقط وده رقم أقل من السنة اللي فاتت وبالتالي عدد الأندية المعفاة تزيد طيب بتتحسب ازاي دول 52 اوكي عايزين نوصلهم الاربعين عشان الاربعين انا نقسمهم على اتنين فبالتالي من 52 الاربعين يبقى فيه 12 نادي يبقى يتم عفاء 12 نادي في كاس الكنفيدرالية عشرة هيتم عفاءهم في دور الابطال و12 هيتم عفاءهم في كاس الكنفيدرالية طيب اللي 12 نادي دول مين مثلا الافريكي التونسي ريفرز يونيتد النيجيري نهضة بركان المغربي الزمالك المصري اتحاد العاصمة الجزائري بطل هذه المسابقة والعواجه الآلي في السوبر الافريقي كمان فريق من الكنغو الديمقراطية اسمه ليبو وفريق من الكنغو برازافيل اسمه ديبالا سان نوريس يمكن دي ابرز الاندية اللي هيتم اعفاها طبعا احنا بنتكلم في 9 اندية مصنفة الاسماء اللي احنا قلنا لها دي دي 9 اندية مصنفة حتى لو نادي منهم عنده نص نقطة ده تصنيف لاننا لتلك البطولة ضعيفة فعرض الفرق اللي فيها المصنفة مش كتير انت بتتكلم على 7 8 اندية وحتى نقاط التصنيف يعني ضعيفة جدا في يوت شرب بنقطتين ونص هيتم اعفاقه من دول ال64 بنسبة كبيرة لان بعد التسعة المصنفين فيه 3 اندية مش مصنفة بس ممكن يتم اختيارهم بناء على انهما شاركوا في افريقيا قبل كده او ممكن يتم اختيارهم على انهما مثلا الدول بتاعتهم مصنفة من ضمن اعلى الدول في التصنيف الافريقي مثلا سوبر سبورت الجنوب افريقيا اللي الواجه الالف 2011 في دور الابطال ممكن فريق عزام التنزاني لعب قبل كده فيه الكونفيدرالية اه مش مصنف بس تنزانيا دولة مصنفة فعموما يعني هيبقى فيه معيار معين فيه تحديد التلات اندية مع التسعة اندية المصنفة عشان يبقى اتناشر نادي معه فيه فيه كأس الكونفيدرالية ده شرحي كان مهم جدا بالنسبة لدور الابطال والكونفيدرالية السؤال اللي بيجيلي دايما خلال الفترة الاخيرة ولغاية ما تأكد الموضوع بشكل رسمي انبارح ان الاهل هيشارك من دور الاتنين وتلاتين كان دايما الكلام ان الاندية اللي هتلعب السوبرليج معفية من لدور التمهدية كلها الاربعة وستين ولا اتنين وتلاتين واي نادي هيشارك في السوبرليج زي الاهل التراجي الودات سيمبا انييمبا مازيمبي كل دول هيلعبوا من دور المجموعات دول الستاشر في شهر احداشر اللي جاي الكلام ده للأسف هو تقال بشكل رسمي في اجتماعات الشركة الايطالية المنظمة او المنظمة للسوبرليج مع الاتحاد الافريقي وتم اختار الاندية في اكتر من ورشة عمل ولكن بعد قرار المكتب التنفيذي بالغاء ملحق الكونفيدرالية الاتحاد الافريقي شايف حرصا على مبدأ تكافئ الفرص ان اللي لا يلعب في السوبرليج لازم يلعب الدور التمهيدي عشان الاندية كلها تكون لعبة الادوار التمهيدية قبل ما ننتقل لدور المجموعات هم شايفين تكافئ الفرص كده وانهم لما لغوا ملحق الكونفيدرالية وبالتالي فضوا مساحة وقت للاندية اللي هتلعب السوبرليج ان الاندية دي مش هتلعب في الملحق وبعد الغاء الملحق فبالتالي الافضل ليها لها تلعب الادوار التمهيدية زي كل الاندية عشان تكافئ الفرص وبالتالي تم اعتماد القرار ان كل الاندية اللي هتشارك في السوبرليج هتلعب الادوار التمهيدية محدش هيتم عفاءه بعد الغاء ملحق الكونفيدرالية باجتماع اللجنة التنفيذية اللي انعقد الشهر الماضي في المغرب على هامش بطول التحت 23 سنة ده رضاً بس على تساولات كتيرة الناس بتقول لي كان فيه الأول قرار بالإعفاء ليه حصل تراجع في هذا القرار هو كان فيه بالفعل اكتراح ولكن للأسف لما دخل الورق في اجتماع اللجنة التنفيذية وحصل اعتماد رسمي شافوا يلغو ملحق الكنفدرالية أكتر ما يعفو الأندية عشان يبقى فيه تكافؤ فرص وبين كل الأندية اللي هتشارك في المسابقات القرية طبعاً بعد هذا القرار النادي الأهلي هيبقى مجبر على لعب 21 مباراة إفريقية بحد أقصى في حال التأهل لنهاء السوبرليج وفي حال التأهل لنهاء دور الأبطال إفريقي دور الأبطال 14 مباراة بدل ما كان الأهلي هي لعب 12 لا دلوقتي هي لعب 14 السوبرليج 6 لقاءات كده 20 وفيه لقاء السوبر الإفريقي بين الأهلي والتحاد العاصمة يبقى كده 21 مباراة عدد مباراة كتير جداً وكبير جداً الموسم اللي جاي مع 34 مباراة في الدور لو دور تلعب بدور واحد أو على دورين مش مجموعات بقى ولا الكلام ده فتتكلموا دور الأبطال والدور العام لوحدهم بس 55 مباراة لسه كاس عالم أندية لسه كاس السوبر المصري لسه استكمال مباراة كاس مصر لسه كاس مصر السنة الجاية لسه كاس الربطة لسه السوبر الإفريقي فربنا يكون فعون يعني إدارة النادي الأهلي والجهاز الفن واللعبين على الموسم اللي جاي ترجمة نانسي قنقر